السلام عليكم ورحمة الله نتكلم الآن عن تمثيل العلاقات رياضياً ما بين الـ constant drawing rate والمتغيرات ذات الصلة بهذه الخاصية فالمعادلة اللي أمامنا هي عبارة عن العلاقة ما بين الـ W والذي تمثل معدل التجفيف تعطى هذه العلاقة بهذه المعادلة اللي أمامنا حيث يتناسب معدل التجفيف مع المساحة أي كلما زادت مساحة السطح كلما زاد معدل التجفيف كذلك معدل التجفيف يتناسب طردياً ما بين الفرق PS-PW ببساطة هي الفرق في الرطوبة ما بين الهواء الجاف والمادة الرطبة دلتا P هذه تمثل لعملية التجفيف وتستمر إلى أن تصل إلى مرحلة الإكوليبريا من خلال الاختبارات والتجارب المختلفة وجد بأن هذا الثابت هذا التناسب الطردي يمكن تعويضه بالKG اللي هو عبارة عن ثابت بين سميه الماس ترانسفير كوفيشنط وهو عبارة عن قيمة متغيرة من مادة إلى أخرى أيضاً وجد بأن سرعة الهواء الجاف لها دور كبير جداً في عملية التجفيف وتمت إضافتها رياضياً as U to the power point 8 من خلال الاختبارات المعملية أيضاً المعادلة ممكن نبسطها بالشكل W معدل معدل rate of drying معدل تغير المحتوى الرطوبي بالنسبة للزمن is equal to H is the heat transfer coefficient A مساحة المادة الصلبة ودلتا T هي driving force في هذه الحالة والتي تقابل الفرق في الرطوبة محتوى الرطوبة بين الهواء والمادة الصلبة هنا ننظر إلى الفرق بين درجة حرارة الهواء والمادة المراتجة فيها هذه العلاقة تتناسب عكسياً مع لامضة والتي تعرف على إنها الحرارة الكامنة للتبخير latent heat of vaporization per unit mass للمادة الصلبة هذه تتساوى مع المتغيرات سالفة الزكر لدينا عدد من التعريفات الهامة جداً والتي لا بد أن طالب هذا المقرر أن يكون على دراية بها فلدينا critical moisture content saturated volume humid heat ثم لدينا dew point نقطة الندى وال wet bulb temperature وال dry bulb temperature هذه من التعريفات التي لا بد من الطالب من الإطلاع عليها بصورة جيدة جداً إذا نظرنا إلى time of drying فنجد العلاقة الآتية لدينا total moisture content مع معدل تغير الرطوبة بالنسبة للزمن لكل وحدة مساحة فنبدأ العملية التجفيف من هنا حيث المحتوى الرطوبي أعلى ما يمكن تنخفض العملية إلى أن نصل إلى critical moisture content ثم بعدها تبدأ العملية في التجفف في التجفيف إلى أن نصل إلى هذه النقطة حيث نفقد كل الرطوبة وبذلك تجف المادة الصلاة